تحت قبة المجلس الشعبي الوطني وبعد 25 يوما من النقاش المستفيد أدرجت خلالها تعديلات هامة على المواد لتتماشى مع السياسة العامة ومبادئ الدولة الاجتماعية صوت أعضاء الغرفة السفلة للبرلمان الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2022 المصوتون بنعم أعتبر أن المجلس قد صوت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بكامله هذا القانون جاء بحزمة من إجراءات سوف تسمح بالانتعاش الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية وعجلة الاستثمار التوجه الاجتماعي للدولة من خلال رصد مبالغ هامة ومبالغ عظيمة بالنسبة لدعم الفئات الهشة والفئات المتوسطة في قانون المالية 2022 المادة السابعة والثمانون بعد المئة المتعلقة بتغيير سياسة الدولة لدعم المواد الواسعة لاستهلاك والمقدر بسبعة عشر مليار دولار كانت أكثر المواد جدلاً كل ما يخص هذه المنظومة المعلوماتية وهذه الميكانيزمات التوزيع وهذه الطريقة الجديدة في تحديد الأسر يجب أن يمر على البرلمان كآلة رقابية على أداء الحكومة وأقر نواب تعديلاً على نص المادة بوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لتحديد الأسر المستفيدة وضبط آليات التحول من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر الذي يستهدف الطبقة الهشة بدءاً من عام 2023 لا يكون فيها تحايل لأنه يكون فيها منتخبين محليين ومنتخبين وطنيين هذه اللجانة تنشأها على المستوى المحلي لنحدد نفس بطاقة الشفاء ندروها بطاقة للمعوز وهكس التيار سارت المجموعة البرلمانية لحزب حركة مجتمع سلم بتصويتها بلا على مشروع قانون المالية لسنة 2022 مبررة ذلك برفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المجموعة رغم أنها ارتكزت على حماية ثنائية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية حسب بيان نشره الحزب أول مهمة رسمية لتشكيلة البرلمان الجديد انتهت بالتصويت بنعم على مشروع قانون المالية 2022 والذي تعول عليه الحكومة لتجسيد مخطط عملها وبرنامج الرئيس كريم قندولي قناة الغد الجزائر